موسيقى النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير البداية مع العناوين اختتام باريات البطولة المدرسية المركزية بلعبة كرة الطاولة في مدينة تشرين رياضية في محافظة دمشق موسيقى انطلاق المخيمات الشبيبية التربوية في محافظتي حما والسويداء موسيقى هيئة التمييز والابداع توضح شروط التقدم للدراسة في المركز الوطني للمتميزين موسيقى اهلا بكم من جديد ومن العناوين الى التفاصيل اختتمت مباريات البطولة المدرسية المركزية بلعبة كرة الطاولة على مستوى الجمهورية العربية السورية في مدينة تشرين رياضية بمحافظة دمشق وذلك بحضور وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني وشارك في البطولة اربعون طالبا وطالبة من عشر محافظات سورية حققا خلالها طلاب وطالبات محافظة حما المركز الاول تفاصيل اكثر في التقرير الاتي بمشاركة اربعين لاعبا ولاعبا اختتمت مباراة البطولة المدرسية المركزية بلعبة كرة الطاولة على مستوى الجمهورية العربية السورية حيث يتنافس اربعون لاعبا ولاعبا ضمن عشرة فرق في البطولة التي تستمر على مدى يومين طبعا فخورين وبدأ اعطي بس هيك رسالة ما لنا حل غير بالرياضة المدرسية لا يمكن نصل للإقليمية ولا للعربية ولا للعالمية الا بالرياضة المدرسية اذا ما اشتغلنا على الرياضة المدرسية كل حكينا هو اعبارة عن فقاعد صابو قد ما كانت النشاطات موجودة بدنا ندعم الرياضة المدرسية لانه لحنا لما بنخلق جيل رياضي وهنين بالمدارس هنين هدول اللي بيحملوا الراية لاحقة دائما مشكلتي بالمدارس انا مشكلتي انه كل الدروس اللي هي بترفع الزائقة الثقافية كل ياتها بيحولوها لدروس رياضيات وفيزيا وكيميا درس الرياضة اساسي ودرس الرسم اساسي ودرس الفنون بشكل عام كلها اساسية فلحنا لازم نعيد دائما برمجة دماغنا لنحيي الرياضة بطريق فقط ما له حل غير الرياضة المدرسية دعم الرياضة المدرسية يعني نحط ايدنا بايد الاتحاد الرياضي العام ونعزز نشاطاتنا كلها على المدارس لانه ما بيطلع معنا لحنا وخاصة على مستوى الرياضة الفردية الرياضة الفردية اذا ما اشتغلنا فيها مصبوط لحنا من المدرسة لا يمكن نطلع معنا شيء الرياضة خلينا نقول رياضات التانية رياضات كرة القدم وكرة السلة انا بقلك انا شخصيا لحنا عقل جماعي لسا ما عنا اما على مستوى الفردي قادرين ننجز لحنا ونصل للعالمية ليك غادة شعاع وليك النجار وليك هذول اللي اللي حصلوا ميداليات الزهبية هنن بشكل فردي اذا لحنا ما اشتغلنا برجع وقول على هذا المستوى لا يمكن نكون عنا رياضة على مستوى الوطن حقيقة هو اليوم من النشاط فينا نقول هو بطولة بطولة المدرسية المركزية للاعبة كرة الطاولة وهو طبعا ضمن اطار خطة مدرية الانشطة لاعادة تفعيل واحياء البطولات المركزية البطولات الرياضية المحلية كانت عم تصير على مستوى المحافظات والمناطق والفروع لكن على المستوى المركزي كان الى فترة طويلة جدا متوقفة بسبب الحرب السنة كان العنوان العريض للالفين واربعة وشرين هو اعادة الالق للبطولات المركزية او بطولات الجمهورية فاليوم نحن عمليا هي البطولة الرابعة ضمن بطولة كالعاب منهجية اللي هي كرة الطاولة وكعدد هي البطولة رقم تساة عشر هاي تتمي للبطولات اللي افتتحناها بداية العام الدراسي عدة بطولات مركزية الغاية والهدف فينا الاساسيين اول شغلة نعاش الكوادر اعادة الالق للرياضة المدرسية طلابنا نرجعهم لجو المنافسات جو البطولات تحضيرا للبطولات الاعلى البطولات العربية ان شاء الله العام القادم كان هنا من فترة هي باكورة البطولات المدرسية طبعا تمن فترة نشاط الوزارة بترفيز البطولات العربية المدرسية شاركة الترطوس وكانت ان شاء الله مشاركة كثير جيدة اخذ المراكز الويلة فرصة كثير جميلة فرصة كثير سعيدة حتى يعني تعبر ان نحن لسا قادمت يمكن الوزارة افطار وبذلك يكون عدد البطولات المدرسية المركزية المقامة حتى تاريخه من العام 2024 قد بلغ 19 بطولة رياضية لمختلف المراحل العمرية ولأربع ألعاب رياضية هي الجنباز الفني والإيقاعي والريشاء الطائرة والشترانج وكرة الطاولة انطلقت فعاليات المخيم التربوي الشبيبي في محافظة السويداء الذي تقيمه مدرية التربية وفرع اتحاد شبيبة الثورة وذلك بمشاركة نحو 150 يافعا وشابا من مختلف مناطق المخافظة ويتضمن المخيم الذي يقام على مدار الأسبوع الحالي في ثانوية شكيب أرسلام في المدينة نشاطات ترفيهية وفنية وشعرية ورياضية وورشات مهارات حياة وتدريبات على الإسعافات الأولية والدفاع المدني ورحلة ترفيهية وأشارت مديرة التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي لينا حمزة إلى أهمية المخيم لرعاية مواهب الطلاب وممارسة نشاطات مختلفة وتوجيههم نحو العمل المنظم انطلق المخيم الشبيبي التربوي في محافظة حما الذي يقام في الثانوية المهنية الصناعية الثانية وأضم فعاليات وأنشطة لا صفية ومحاضرات ثقافية كما أعرب الطلاب عن سعادتهم في المشاركة في المخيم تفاصيل أكثر مع وليد سلطان أنشطة متنوعة يمارسها الطلاب ضمن المخيم الشبيبي التربوي الذي يقام في الثانوية المهنية الصناعية الثانية أهلا وسهلا فيكم بمخيمنا الشبيبي التربوي اللي بصير كل سنة انطالع الطالب من جو المدرسة لجو مخيم ترفيه يعمل فيه نشاطات مختلفة هواياته ينمي هوايته مع قليل من حركات تدريب النظام المنظم هذا الشيء طبعا بينمي مواهبه وكان بالاشتراك مع اتحاد شبيب السورة ومدير التربية فيه حماو دائرة الجاهزية أعرب الطلاب عن سعادته في المشاركة في المخيم حيث فعاليات وأنشطة ولاصفية ومحاضرات ثقافية وصحية تزيد من معرفهم نحن اليوم مجتمعين مع أصدقائنا في المعسكر ويوجد العديد من النشاطات المختلفة الجميلة والرائعة جدا المعسكر اللي احنا ورفقاتنا كثير مبسوطين بالنشاط انه المبسوطين كثير ومعسكر انه يدربون على كثير أشياء حلوة قيادة المعسكر بيانت انه وضع برنامج عمل يغطي أيام المعسكر وذلك لتنمية مهارات الطلاب في المجالات كافة بالبداية حطينا خطة لعمل منظمة الاتحاد الشعب السورة هي المحاضرات الثقافية التسقيفية والسياسية لثقافة هاي الطلاب وتوعيتهم بالجانب السياسي والجانب الثقافي والاجتماعي لهذه الطلاب هون كثير مبسوطين عم نعلمهم النظام المنظم عم نعلمهم البدايات تقريبا من الصفر لتعلم حركات جندي الأعزال استارح استاعد عم نعلمهم المسير استعدادا للبيان الختامي اللي هو العرض والاستعراض وبإذن الله كثير مبسوطين الطلاب وكثير مجتمعين وهون كله أخوة وتعادت بين مشرفات الجاهزية وبين مدرسات الرسم رياضة هذا وتستمر فعليات وأنشطة المخيم لمدة عشرة أيام حيث تختتم ببيان فني ومعرض من نتاجات الطلاب المشاركين وللسلطان الفضائية التربوية حما يستعد المركز الوطني للمتميزين بمحافظة حمص لاستقبال باقة متنوعة وجديدة من متفوقي شهادة التعليم الأساسي للدراسة به للعام الدراسي الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين وحددت هيئة التمييز والإبداع في إعلانها شروط التقدم للطلاب السوريين ومن في حكمهم الخاصلين على شهادة التعليم الأساسي من المدارس السورية لدورة عام الفين واربعة وعشرين للدراسة بالمركز ومنها أن لا يتجاوز عمر الطالب ستة عشر عاما بتاريخ الأول من تشرين الأول القادم وأن لا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن تسعين بالمئة وذلك بعد تفقيل مادتي الرياضيات والعلوم فيزياء وكيمياء وعلوم طبيعية حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين باثنين ثم يحسب المعدل النهائي أي ما مجموعه ثلاثة آلاف وستمائة وتسعون من أصل أربعة آلاف ومئة درجة يشارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري في أولمبياد الكيمياء العالمي لعام الفين واربعة وعشرين الذي يقام في المملكة العربية السعودية ما بين الحادي والعشرين والثلاثين من تموز الجاري وذكرت هيئة التمييز والإبداع في بيانها أن الفريق السوري المشارك يضم أربعة طلاب هم فاطمة يوسف حسن من محافظة دمشق وسلم عبد الناصر عمران من محافظة حمص وعلى أحمد آذان من محافظة دمشق وعمر عادل باروكي من محافظة السويداء وذلك بإشراف اللجنة العلمية لاختصاص الكيمياء في هيئة التمييز والإبداع ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزان سيفو مساء الخير مساء الخير يسعى دواتك مشاهدين جولة رياضية سريعة ولكن ماذا الفاصل؟ مساء الخير بلغ الإسباني المخضرم رفايل نادال النصف نهاية طولة السويد المفتوحة للتنس بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى الفوز بمجموعتين لواحدة وذلك على الأرجنتيني ماريانو نافوني بطل الجراند سلام 22 مرة ورغم خسارته المجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة تدارك الأمر في المجموعتين الثانية والثالثة وفاز بهما بسبعة أشواط لخمسة في مباراة استمرت نحو أربع ساعات واصل الألماني أليكزاندر زيفريف حملة الدفاع عن لقبه في بطولة هامبورغ لتنس وبلغ نصف النهائي بفوزه على الصيني جانج جي جين بمجموعتين متتاليتين زيفريف المصنف الرابع عالميا دخل المواجهة بقوة وأنهى المجموعة الأولى لصالحه بواقع ستة أشواط لأربعة قبل أن يواصل تألقه ويظفر بالمجموعة الثانية بستة أشواط للثلاثة في مباراة استمرت لساعة وست دقائق مشاهدينك أنا هذا كل شيء لليوم في باقتنا أرياضي عادوا لكم مجد شكرا لك يا زماندر شكرا لك نهاية النشرة ولم يبقى سوى التذكير بالعناوين موسيقى اختتام مباريات البطولة المدرسية المركزية بلعبة كرة الطاولة في مدينة تشرين رياضية في محافظة دمشق موسيقى انطلاق المخيمات الشبيبية التربوية في محافظتين حما والسويدان موسيقى كان هذا كل ما لدينا لمزيدا من الأخبار زروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك دمتم بأمان الله شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء موسيقى موسيقى